بسم الله الرحمن الرحيم نتابع السلطات الثلاث في النظام السياسي الإسلامي والنظام الأخرى السلطة الثانية هي السلطة التنفيذية وينبغي أن نكون بعد دراسة هذه السلطة أن نكون قادرين على معرفة ما يلي واحد تعريف السلطة التنفيذية اثنين أهداف السلطة التنفيذية ثلاثة معرفة القائمون على السلطة التنفيذية وأهم أعمالهم رابعا القيود على السلطة التنفيذية خامسا الوزارة والوزارة في الدولة الإسلامية أخيرا أقسام الوزارات وزارة تقفيض ووزارة تنفيذ هذه أهم العناصر التي ينبغي معرفتها في هذه السلطة نبدأ بتعريف السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية هي الجهة التي تقوم بتنفيذ كل ما يصدر عن السلطة التشريعية وهي أيضا السلطة المختصة بتنفيذ أحكام الشريعة والأنظمة التي جاءت عن السلطة التشريعية وتعمل أيضا هذه السلطة التنفيذية على إقامة المرافق العامة في الدولة وتنظيم حاجات الناس وهي أيضا مثلها مثل ما يوجد في النظم المعاصرة يعني مفهوم السلطة التنفيذية لا يختلف في النظام الإسلامي عن ما هو موجود في النظم السياسية المعاصرة فهي تشمل جميع السلطة التنفيذية تشمل جميع العاملين في الدولة والذين يقومون بتنفيذ إرادة الدولة وتطبيق قوانينها في واقع الناس في جميع المجالات تهدف هذه السلطة التنفيذية إلى أمور الأول تسيير أمور الحياة وشؤون الدولة يعني أن تقوم هذه السلطة بتسيير شؤون الدولة في كل المجالات وفي كل أمور الحياة بما يحقق للناس الرفاهية والأمان والاستقرار أيضا من أهداف السلطة التنفيذية هي دراسة حاجات المجتمع ووضع الخطط المستقبلية الخطط الخمسية والعشرية وغيرها من الخطط التي تراعي حاجات الناس وتطور المجتمع وتزايد أعداد المجتمع وبناء الخطط المستقبلية لهذا المجتمع أيضا رسم السياسات العامة للدولة ومتابعة تنفيذ هذه السياسات هذه أيضا من مهام السلطة التنفيذية أو من أهداف السلطة التنفيذية كذلك تقديم مقترحات من السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية بحيث أن السلطة التشريعية تستطيع أن تستر قوانين لهذه الأشياء التي أو هذه المقترحات التي وجدتها السلطة التنفيذية عند التنفيذ يعني السلطة التنفيذية لما تنفذ أمر من الأمور تجد أن فيه إشكال فتحيل هذا الإشكال وتطلب من السلطة التشريعية أن توجد له قانونا أو قيودا أو ضوابط بحيث أنه يستطيع أن ينفذ بشكل سليم أيضا من أهدافها تنفيذ القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية والإشراف على سير العمل في مختلف قطاعات الدولة من الذي يمثل هذه السلطة التنفيذية؟ الذي يمثل السلطة التنفيذية هي الهيئة الحكومية في الدولة الإسلامية أو هيئة الحكومة في الدولة الإسلامية يمكن مجلس الوزراء أو موثل مجلس الوزراء وهي تتكون هذه الهيئة الحكومية من الرئيس أو الملك أو الخليفة باعتبار رئيسا عاما للسلطة التنفيذية فالرئيس الأول للسلطة التنفيذية هو الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة أو الملك ثم بعد ذلك الوزراء ثم بعد ذلك النوابهم وهكذا مداراء العامين وغير ذلك ممن يقومون بتسهير أمور الدولة وتنفيذ القوانين والأنظمة في هذه الدولة ذكرنا أن القائم بالسلطة التنفيذية اللي هو الرئيس المباشر للسلطة التنفيذية والرئيس الأول هو الرئيس أو الملك أو الوالي ويختص بأمور من هذه الأمور التي يختص بها رئيس السلطة التنفيذية اللي هو الإمام والرئيس الدولة القيام بكل الأعمال التنفيذية لإقامة الإسلام وإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية في حدود ما شرعه الإسلام الأمر الثاني أيضا من مهام رئيس السلطة التنفيذية اللي هو الإمام تعيين الموظفين والوزراء والموظفين الدولة وأيضا له حق عزلهم ونقلهم ومراقبة أعمالهم وكذلك هو القائد العام والأعلى للجيش وهو الذي يعلن الحرب وهو الذي يوقف الحرب وهو الذي يعمل العقد الصلح وعقد الهدنة بين الدولة وغيرها من الدول وهو الذي يبرم المعاهدات وأيضا هو الذي يوقع على إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام الشرعية وغير ذلك من الأمور التي هي من مهام رئيس السلطة التنفيذية اللي هو رئيس الدولة ما هي القيود على سلطة الإمام التنفيذية أو على السلطة التنفيذية؟ هذه السلطة التنفيذية مقيدة بقيود من هذه القيود أن هذه السلطة التنفيذية يجب أن تتقيد بإحكام الشريعة وأن لا تصادمها أو تخالفها مهما كان الأمر فلابد أن تتقيد بإحكام الشريعة ومقاصدها العامة هذا الأمر الأول أمر الثاني السلطة التنفيذية المتمثلة في الرئيس لابد أن يلتزم بالشورى وأن لا يستبد برأيه وأن لا يأخذ الأمور بما يهوى وما يرى هو فلابد أن يكون هناك شورى وذكرنا سابقا في حكم الشورى أنها عند بعض الفقهاء أنها واجبة وكذلك أنها ملزمة للحاكم فهنا وهو الرأي الذي رجح فينبغي أن يستشير ويلزمه أن يذهب إلى هذا القول الذي قال به هؤلاء المستشارين وذكرنا أن أهل السورى ينبغي أن يكونوا من أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الاختصاص وأهل الفضل الأمر الثالث والقيد الثالث على السلطة التنفيذية مراعاة المصلحة العامة للأم فإن القاعدة الشرعية تحكم تصرفات الإمام وسائل أصحاب الولايات من الوزراء وغير الوزراء أن التصرف الذي يتصرفون منوط بالمصلحة العامة وهذه المصلحة ينبغي أن تتحقق فيها ضوابط شرعية حتى نقول أن هذه هي مصلحة يعني ربما هو يقول مصلحة أو يأتي وزير ويقول هذه مصلحة لكن المصلحة ينبغي أن تتحقق فيها ضوابط شرعية حتى نقول أن هذه مصلحة ما هي هذه الضوابط الشرعية التي إذا تحققت قلنا أن هذه فعلا هي مصلحة الضابط الأول أن تندرج هذه المصلحة في مقصد من مقاصد الشرع ومقاصد الشرع معروفة الضروريات الخمسة حفظ الدين فلا يعتدى عليه وحفظ النفس فلا يعتدى عليها وحفظ العقل فلا يعتدى عليه بالمسكرات والخمر ونحو ذلك وحفظ النسل وحفظ المال هذه ضرورات الخمسة فأن تندرج المصلحة في مقاصد الشرع وذلك لحفظ هذه الضروريات الخمسة فإذا كان المصلحة التي أخذها الإمام أو نائبه تندرج في تحقيق هذه المقاصد وحفظ هذه الضروريات فنقول هنا إذن صحيح هذه مصلحة أيضا ألا تعارض هذه المصلحة نصا صريحا من القرآن أو من السنة أو من القواعد العامة أو من القياس الصحيح فإذا عارضته فنقول هنا إذن هذه ليست مصلحة الثالث ألا تفوت مصلحة أعظم منها يعني يمكن يكون فيها مصلحة لكن المصلحة بسيطة وبالعمل بهذا الأمر يؤدي إلى أنه يفوت مصلحة أعظم من هذه المصلحة فبالتالي ينبغي أن تتحقق هذه الضوابط الشرعية حتى نقول إذا تحققت الضوابط نقول فعلا أن هذه هي مصلحة والإمام مطلوب من أن يعمل لتحقيق هذه المصلحة الوزارة والوزراء في الدولة الإسلامية الخليفة أو الرئيس أو الملك لا يستطيع أن يدير الدولة بمفرده وأن يطلع على كل شيء بمفرده فيحتاج إلى المساعدين والمعاونين وبالتالي يعين الوزراء ويعين نوابهم ويعين المدراء ويوجههم إلى العمل وهم يكونون أيضا تحت إشرافه وتحت نظره ومسؤولون أمامه عن أعمالهم ويستطيع أن يقيلهم ويعين غيرهم وغير ذلك من الأمور التي هي بيد رئيس السلطة التنفيذية حتى يسير أعمال الدولة بشكل سليم منصب الوزارة طبعا لم يكن معروف لم يكن رسميا ولا هو معروف لكن لم يكن رسميا منصب رسمي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين مع أنه في عهد أبو بكر كان واقعا وكان يمارس فعليا لكن ليس منصبا رسميا وكذلك لم يكن في عهد الدولة الأموية وإنما جاء هذا المنصب كان منصب رسمي في عهد الدولة العباسية ولا يعني هذا أنه ليس له أصل في الإسلام بل له أصل فهو مشروع وثابت كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى بقوله واجعل لي وزيرا من أهلي فهذه الوزارة والوزير هذه لها أصل لكن ككونها منصب رسمي لم تكن موجودة إلا في الخلافة العباسية أصحاب الفكر السياسي أو العلماء في النظام السياسي كالموردي وغيره حينما بحثوا الوزارة قسموها إلى قسمين وقالوا هناك وزارة تفويض ويرأسها وزير تفويض وهناك وزارة تنفيذ ويرأسها وزير تنفيذ ولكل من هاتين الوزارتين عمل واختصاص فالوزارة تفويض هي وزارة يقوم عليها نائب عن الملك أو عن الخليفة أو عن الرئيس ويقوم بتدبير شؤون الدولة كالرئيس تماما وله اجتهاداته وله سلطات الرئيس فيما يأتي وما يدر فهو نائب عنه ولعل هذا المنصب كما يشبهنا أهل السياسة اليوم بمنصب رئيس الوزراء أو الوزير الأول في بعض الأنظمة السياسية فهذا هو الوزير المفوض وهذه وزارة تفويض كأن الخليفة موجود حتى إذا غاب أو سافر فهو يقوم مقام بسائر أعماله التي يمارسها أما وزير التنفيذ فوزير التنفيذ يعينه الخليفة أو يعينه وزير التفويض وتكون له السلطة محدودة ليس له سلطة مستقلة وإنما له سلطة محدودة يباشر تنفيذ ما يرد إليه فقط وإنما هو منفذ فما يرد إليه من وزير السلطة من الوزير المفوض أو وزير النائب الأول عن الملك أو عن الرئيس أو عن الرئيس فهذا وزير التنفيذ إنما هو منفذ للأمور وليس له سلطة مستقلة إذن هذا فرق بين وزير التفويض ووزير التنفيذ ووزير التفويض نائب عن الملك أو عن الرئيس ووزير التنفيذ إنما هو ينفذ ما يسدر عن وزير النائب اللي هو وزير التخويض أو عن الملك أو عن الرئيس نفسه هذا والله أعلم وأحكم